يعد متحف آثار مطروح بانوراما لسرد التاريخ الحافل للمحافظة عبر العصور ويتميز المتحف بروايته للفترة الفرعونية التي تقص تأمين الحدود وإقامة الحصون والقلاع بمنطقة الحدود الغربية لمصر بالإضافة إلى الصيد والتجارة ومعبودات الصحراء وعلاقة مصر بجيرانها من محافظة مطروح تاني أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية قطاع الآثار والمتاحف من القطاعات التي أولها الرئيس عبد الفتاح أسيسي اهتماما خاصا نظرا لإعتبارها أحد أدوات قوة مصر النعمة المتحف في الخلفي هو من أحد المشروعات القومية اللي افتتحها سيد الرئيس عبد الفتاح أسيسي في عام 2018 أهلا بيكو في مطحف آثار مطروح القومي وهناخدكو في دلوقتي في جولة داخل المتحف في البداية كده عايزين تعرفنا على محتويات المتحف ويهي بتتبع كده ناخد محارات الجولة بقى تعرفنا المساحة قد ايه بيحتوا على قد ايه العصور اللي بيحتواها المتحف هو متحف مارسة مطروح من أهم المشروعات اللي انجزت في الفترة الأخيرة في الست سنين الأول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم الانتهاء الأعمال في 2017 وافتتاحه افتتاح رئاسي في مارس 2018 المتحف على حوالي 750 متر على طبيقين بيحوي 1062 قطعة أسرية بتتكلم عن تاريخ مصر من بداية ما قبل الأسرات حتى أسرة محمد علي وموضوع المتحف أحينا بقلت عليه السيناريو العرض المتحف بيتكلم عن ملوك وصحراء حكام مصر على مر العصور ويهتمامهم بحدود مصر الغربية وبأهل المناطق دي ما تجي نكمل كده كلامنا في جولة قوة يعني ده الدور الأول الموجود في المتحف نتحف على الدورين مظبوط كده المقام نتحف مقوم من طبيقين الطبيق الأول عرض مفتوح يعني بيتكلم عن موضوعات متعددة من الحضارة المصري الأديمة هنتكلم عن المعبودات في مصر الأديمة وفي العصر اليوناني الروماني هنتكلم عن الفن اليوناني والروماني والتمثيل والشغل اللي كان دايما كان مهتمين بوضع معين ومدرسة معينة في أهم قطع أسرية عندك ناقيها فنديم هنقول أهم قطع أسرية لما متكلم عن مصر بيس أو قطع مهمة في المكان بتتكلم عن حاجة معينة هنتكلم عن التنفسال النصف بتاع رمزيستاني وحنا داخلين في مدخل المتحف اللي بيقرخ وبيربط المكان التاريخ بالحاضر رمزيستاني كان من أهم ملوك مصر وأكثرهم اهتماما بالصحرة الغربية عمل متاريس وحصون أهمها في حصن غرب مارسة مطروح بعشرين كيلو في منطات أم الرقم فبازم كان نحط صبوت عي جامد هنتكلم عن تمثال الفرعون شاشنك التاني الفرعون التالت في الأسرة الـ 22 ده الدور التاني تمام كده؟ أهم محتاجات ده الدور التاني الدور التاني مختلف عن دون الأرض الدور التاني بيتكلم عن سبع موضوعات عرضية يعني بيتكلم عن موضوع بيتكلم عن التاريخ يعني على عبر العصور بمعنى؟ يعني بنتكلم مثلا عندنا هنا قاعة التجارة والصيد أهم النشاطين بيمتهينهم أهل الصحاري عموما وأهل المطروح بالأخص التجارة والصيد مهنتين لحد النهار ده موجودين أيوة يعني أنا بتكلم عن التجارة والصيد عبر العصور مش في عصر معين اللي هم على أقل الحاجات اللي ورنة آه أكيد طبع عندنا الحاجات اللي كان بتصدر فيها منتجات الزراعية